السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم رح يكون اختبار منتصف الفصل الرابع للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول فصل الأعداد حتى العشرة نبدأ بالسؤال الأول يعد الطالب القمصان ثم يلون مربعات تتناسب مع عدد القمصان نقوم أولا بالعدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نقوم بحساب أولا قبل التلوين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نقوم بتلوين هذه المربعات فقط الستة مربعات على حسب عدد القمصان هذا بالنسبة إلى السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني يحوط الطالب المجموعة التي تحوي على ثمان حبات من الفاكهة ثم يضع علامة خطأ على المجموعة التي لا تحوي ثمان حبات من الفاكهة عدد هذه الحبات واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن نقوم بتحويط هذه المجموعة عددها ثمانية المجموعة الثانية نضع عليها إشارة الخطأ المجموعة التالية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن هذه المجموعة عددها ستة نضع لها علامة الخطأ لا تحوي ثمان قطع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن أيضا هذه المجموعة لا تحوي ثمان حبات نضع لها أيضا إشارة الخطأ واحد اثنان إذن عدد حبات الفراولة اثنتان لا تحوي ثمانية أيضا نضع لها خطأ ثم بعد ذلك عدد حبات البرتقال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هو قال لي الثمانية نحوط المجموعة التي تحوي ثمان حبات نقوم بتحويطها بهذا الشكل كما في عدد التفاح ثمان حبات حبتي الكمة ثرة واحد اثنان إذن عددها ليس ثمانية نضع لها إشارة الخطأ ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة يعدد طالب الأشياء الموجودة في الصورة ثم يكتب العدد في الفراه فقط هذه نقوم بالعد هذه الأشياء واحد اثنان ثلاثة العدد مع الكتابة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن عدد الأشياء الموجودة في هذه الصورة هو عشرة إذن نكتب في هذا الفراغ عشرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة